طبعا جماعة نستعني في إن شاء الله الجزء الثاني كنا بدينا في technical aspects of Neoblesia نقال نحكي على greeting and staging of the tumor إيش يعني greeting وإيش يعني staging greeting المقصود فيها الدرجة ال staging المقصود فيها المرحلة تمام هنقيت هنا نحكي بالفرق بينهم وإيش بالفرق معنا greeting and staging of the tumors must be documented for the urman ugmented tumors لازم نعمل greeting ونعمل staging لكل tumors طب ليش طبعا تيومر زي اللي بنعملها greeting في بعض التيومر زي اللي بنعملها greeting في بعض التيومر زي اللي بتكون من الاسم بقي معروف شو اللي greeting تبعها ليش بنعملها greeting and staging أول شي الآن greeting زي بمحكي الدرجة التيومر مقصود فيها درجة التمايز هنشرحه كمان شوية وال staging لأي مرحلة واصل لسه في البداية ولا انتشر في كل الجسم هاي المقصود في staging تمام ليش بنعملهم إحنا to quantify the aggressiveness of the tumor أوليش عشان يعرف هذا التيومر إيش وضعه من ناحية aggressiveness هل هو يعني low grade malignancy high grade malignancy very aggressive malignancy بتحدد على أساسه خطة العلاج وبتحدد على أساسه زي ما حكيت to outline the mood of therapy عشان تحدد خطة العلاج على أساس لgrade وعساس لstage يعني مثلا لما أجي أحكي مثلا على مريضة breast cancer تمام والله مريضة breast cancer أجت stage 1 يعني لسه في المرحلة الأولين عقدة breast مش رايحة lymph nodes ولا رايحة لبرة هذا في العادة بنعملها جراحة وفي العادة بتكون كيورابل يعني بتشفى منها تماما لكن لما تيجي مريضة breast cancer رايحة البون وعملة distant metastasis هذه تعتبر stage 4 stage 4 هذا في العادة ما بنعملها جراحة هذه بنعطي لها systemicumicum therapy أو ورمان الثرابي حسب الوضع لأنه الجراحة ما راح تفيدها احنا في العادة نعمل جراحة عشان نستقصي الورام لكن إذا الورام وانتشر في كل الجسم بانتعمل جراحة على الفاضي تمام فبالتالي من خلال من حدد من حدد إما يكون جراحي أو كيموثرابي في بعض الأحيان ممكن نعطي إذا كان اللي بنسميها في العادة يعني بيكون متقدم لكن موضعي ممكن نعطي للمريض قبل ما نعطي الجراحة نعطيها جراعات كماوي بعدين نعملها الجراحة جراعات الكماوي هادي بتعمل إيش بتعمل regression تعمل تعمل جراحة أسهل بدين بكان تيومور كبير ومغطي كل الدنيا لما تعملوا تشيلوا بتكون جراحة أسهل بكتير وبتكون في العادة وهذا كله طبعا صار على تجارب سرية على مدار سنوات طويلة من العلماء تمام في إيش كمان إيش بلزمنا كما حكيت ممكن تعمل يكون علاج جراحي يكون يكون علاج هذا بالإضافة نحن من خلال التجارب السرية اللي بتصير والله إحنا بدينا مع المريض الجراحة كانت الأمور تمام فوق التسعين في الممارضة لكن لما عملنا كماوي قبل كانت النتاج لأ سبعين في المية فهي المقصود compare موض ثرابي إحنا بنصير نقارن إحنا لما أقول مثلا grade 1 stage 1 إلو بروتوكول كذا grade 3 stage 1 إلو بروتوكول كذا فبالتالي compare different modes of therapy من خلال الأبحاث السرية اللي بحكين عنها كمان بيضب إيش كمان بفيدنا to give an approximate prognosis عشان أقدر أحدد يعني أتوقع مع هذا المرض لما تيجي مريضة stage 1 breast cancer هذه في الغالب إن شاء الله بإذن الله غالبا تشفى لكن لما أقول stage 4 عادي unlike لنصيرها cure ممكن ممكن هتتعايش معه أو ممكن نقتلها في فترة بسيطة حسب aggressiveness حسب grade تبع tumor فإحنا بهمنا جدا نفهم إيش يعني grading وإيش يعني staging وإيش بالزمنا عشان نعرف aggressiveness نحدد خطط العلاج ممكن نقارن بين خطط العلاج ونشوف أنسبها من خلال معرف grading و staging أشان برضو في نفس الوقت to give an approximate prognosis prognosis إيش يعني prognosis لما كلمة prognosis تسمعه كتير prognosis مقصود فيها indicate the final outcome of the disease in terms of 5 year or 10 year survival مقصود فيها إحنا منتوقع قديش نسبة المرضى اللي بعيشوا خمس سنوات أو عشر سنوات بعد ظهور الكنسر هذا بيسمي prognosis of cancer تمام prognosis of cancer فإنثلا بتلاقي stage 1 breast cancer بتلاقي مثلا 95% من stage 1 breast cancer إذا استكمل علاج بالكامل هدولة بكون عندهم 5 year survival or 10 year survival لكن لما أقول stage 4 5 year survival ما بعدي العشرة في المية تمام ما بعدي العشرة في المية مثلا أنا بحكي أنا مش فاكر إحصائيات بالضبط بس أنا بحكي مثلا في المقصود prognosis المقصود final outcome of disease المقال تبع هذا ديزيز إيش المتوقع من هذا ديزيز فأنت لما تيجيك لما الواحد يتيجي مريضة stage 1 breast cancer والله بيشجعها كثير لأنه في عندك فرصة كبيرة لسه إحنا في البداية لكن لما تيجي مريضة stage 4 برضو أنت بتصبرها لكن بتعرف أنت على الأقل ممكن أنه تكون حارف أنه الوضع صعب مش سهل تمام في العادة البروغنوس tumor type لما أقول مثلا breast cancer غير لما أقول pancreatic cancer لما أقول hotchkin lymphoma زي ما حكيت في البداية لما أقول papilla thyroid carcinoma غير لما أقول pancreatic carcinoma papilla thyroid carcinoma 5-4 survival بعدل 95% لكن لما أقول pancreatic carcinoma 5-4 survival ما بعدل 10% تمام tumor grade and stage زي ما حكيت لما يكون grade 3 غير لما يكون grade 1 لما يكون stage 1 غير لما يكون stage 4 تمام الهوب الأضافة للhost reactions اللي هو تعامل الجسم مع المرض ممكن يبي aggressive لكن المناعة تكون قوية تقدر التعامل مع المرض وتقضى عليه لكن إذا كانت المناعة ضعيفة بتكون في الغالب اللي هو المآل تبعه بيكون سيء تمام فبالتالي prognosis بتحدد حسب نوع الورم حسب grade حسب stage وحسب host reactions grade of tumor based on the level of differentiation بتذكرهم ما حكينا عن differentiation based on the level of differentiation هو تماييز الخلايا indicates the degree of resemblance of tumor cells to cell origin قديش تشابه الخلاياة الورمية هذه الخلايا الورم بنسبة لخلايا الأصلية الطبيعية تمعته تمام في هذا إحنا بنقسمهم لأربع grades تمام طبعا هذا كله based on macroscopic criteria هذا إحنا pathologist المحدد ما بيحددو حددو حدد تاني grade of tumor إحنا اللي بنحدده فقط pathologist اللي في عنا grade 1 اللي هو differentiated tumor بكون كتير بشبه الخلايا الأصلية لكن تكون مالجننت grade 2 moderated differentiated يعني بين بين fully differentiated يعني يدوب بين grade 4 اللي هو أنا بلاستيك اللي هو مش مبين بالمرة ما بقدر حتى إني أتيقن إنه هذا من وين جاي إلا بعد ما عمل الصبغات المناعية تمام إلا بعد ما عمل إيش الصبغات المناعية يبقى عندنا grade 1 هذا هايجي فيه سؤالين أو ثلاثة على الأقل في الامتحان تمام grade 1 وال differentiated grade 2 differentiated grade 3 poorly differentiated grade 4 أنا بلاستيك tumor زي ما إحنا شايفين هانا جماعة هذا تمام هذا اللي هو شايفين يا جماعة كيف يعني كتير بشبه لكن فيها إيش فيها مالجنة features الخلايا وبتكون إيش وبتكون عام لإنفيجين هنا طبعا هنا في عندنا البيزل الممبرين intact لكن هنا بتلقيها داخلة داخلة على وين على اللي هو على على تمام هايجي مبينة لسا إنها لكن إيش لكن شبهها مش زي شبه الول differentiated هاي طبعا هي يعني يعني مبينة فيها squamous features لكن لسا إيش هذا أو أنا بلاستيك حتى ممكن نعتبرها أنا بلاستيك لأنه فيها atypical matosis نستاج طبعا نستاج هي أهم من لجريدة جماعة لما أجي أقارن مين أهم من نستاج ودا لجريدة طبعا نستاج يعني لما أقول أنا أفضل بكتير ما أقول نستاج هي الأهم تمام قديش مدى انتشار هذا لتيومر في العادة جماعة نستاج عدة شغلات بيتحدده يعني أنا مثلا بيجيني مثلا بتجيني عينة مثلا تركات بيبسم خزعة صغيرة وقلت هادي كانسر بيجي المريض بيسألني هو في أي مرحلة بقدرش أقول له أنا بقدر أقول له قدش لجريت لكن مرحلة أنا في ساعتها ما بقدر أحددها مرحلة بتتحدد بحاجات كتيرة مدى انتشار ممكن نعملك على مستوى الكليني انت تفحص المريض والله فيه إشي واضح عنده تمام عمستوى عمستوى التحديل الطبية العادية على مستوى الراديولوجي هم واحدة فيهم هدول تمام عمستوى والله بعمل بعمل أو بعمل مثلا بتأكد انه في الشي مش طالع مرة ما فيش ولا مكان متوقع انه يكون فيه موجود برة بالإضافة بعد ما يستقصل لتيومر احنا برضو بنشوف المفنود اللي حواليه قديش حجمه قديش حاجات كتير بتحدد لستيج تبع لتيومر فمعناته هو احنا المرحلة بنحددها من خلال من خلال من خلال ومن خلال اللي هو عينة الاستقصال من خلال عينة الاستقصال اللي بتصني بعد ما استقصل الورم بعد ما استقصل الورم انا برضو بحدد جزء من الاستيج هذا بحدد جزء بنسميه pathological الاستيج الاستيج في العادة بيعتمد على ايش بيعتمد على size of tumor على حجم الورم في بعض الاورام في بعض الاحيان ممكن في بعض الاورام ممكن يعتمد extent of invasion يبقى يبقى size of tumor size of tumor or extent of invasion تمام size of tumor or extent of invasion تمام يعني مثلا ما احكي عن مستوى مثلا ال-GIT عن مستوى مثلا ال-Colonic cancer لما بحدد الاستيج تبع ال-Colonic cancer عن مستوى pathology تمام بحدد قديش داخل في عمق الجدار تبع ال-Colonic hole يعني عقد الميكوزة مثلا تعتبر stage 1 او T1 نسميها مثلا عقد داخل عصاب الميكوزة T1 داخل على muscularis propria T2 داخل على البعديها T3 اذا والله يطالع برا الكولون كله من سميه T4 او stage 4 تمام فهو التالي يبقى size of tumor or extent of invasion برضو في نفس الوقت regional lymph node involvement regional lymph node involvement لما في العادة بيستأصله البرست ممكن يستأصله كمان الغد الدنفوية تبعت ايش تبعت الابط تمام انا بشوف والله الغد الدنفوية هل هي مصابة او لا لانه كل هذا بيحدد في ال-stage والله اذا غد الدنفوية مش مصابة بظل هذا stage 1 لكن اذا مصابة صارت stage 2 تمام فبالتالي اللي هو regional lymph node involvement هل هي وصلها الكانسر او مش مصلها تمام and metastasis to distant organs metastasis to distant organs في العادة بينقلنا ل stage 4 في العادة بينقلنا ل stage 4 اللي هي stage نهائية يعني فيش حاجة اسمه 5 stage 1 2 3 4 تمام 1 2 3 4 كل tumor او كل ورم الو الكريتيري تبعته يعني بس احنا نحكي بشكل عام size of tumor or extent of invasion original lymph node involvement اللي هو لذا الغد الدنفوية لموجودات في محيط الورم مصابات او لا بالاضافة ل distant metastasis to organs or lymph nodes بس يبعاد هذي كلها كلها ايش بترفع ال stage تمام كلها ايش بترفع ال stage في العادة ايش بنعمل احنا ايش النظام المستخدم اكتر نظام مستخدم في موضوع ال stage في عنا حاجة تسمى TNM staging ممكن يستخدمه pathological وممكن يستخدمه clinical كمان ال TNM staging T اللي هو size or extent of primary tumors اللي هو T يعني tumor N يعني lymph nodes presence or extent of lymph nodes involvement كل واحد له كريتيريا كل organ و M يعني metastasis presence or absence of distant metastasis في عادة مثلا احنا تيجينا حالة breast cancer بدي انا مثلا بدي اشتغلها استئصال كامل فانا استئصال كامل اجيتني حالة استئصال كامل اخدت شفت قديش حجم الورم وشفت اللي منف نودز والله حجم الورم في العادة اذا كان اقل من 2 سانطين بنسميها T1 اذا اكتر من 2 ل 5 T2 اكتر من 5 T3 بنسميها مثلا اللي منف نودز حسب العدد يعني والله شفنا مثلا والله شفت الورم حجمه واحد ونص واللي منف نودز كلهم نيجاتيف وحسب الراديولوجي مفيش متاستاسيز ونسميها T1 N0 M0 تمام والله في واحدة مصابة منسميها T1 N1 تمام يعني فهذا المقصود ايش هذا اللي بنعمل حسب الباثولوجي او حسب الكلينيكار او التنين مع بعض نعرف انه طبعا Staging is more important than grading because it affects treatment تمام لانه لانه Staging اهم من من التنين مع بعض احنا لازم يعرف التنين لكن Staging هو الاهم لانه هو بحدد بشكل رئيسي بحدد بحدد ايش بحدد خطة العلاج بالاضافة لعلى ممكن في بعض الاحيان ممكن يحدد خطة العلاج بس Staging اهم برضو Staging اهم تمام يا جماعة T tumor in nif node M presence or absence of distant metastasis تمام في العادة هذا طبعا في العادة هذا هذا clinical تمام هذا في العادة بكون على مستوى clinical staging هدوالا احنا بنحددهم ك pathological staging pathological staging cancer Dagenosis هكذا نعرف احنا كيف نشخص الكنcer هذا برضو جزء بهمكم انتم كتحليل طبية تمام لانه انتم ممكن تتعامل تشتغله في مختبرات pathology بعد هيك بدنا نفهم كيف بصير تشخيص الكنcer لانه ممكن تصير تستلم معينات وتعامل معها تمام هذا مهم جدا جماعة الجزء هذا تكون فهمين وتكون واضح لكم الصورة انا كنت حكيت جزء منه في المقدمة للناس اللي حضرت معايا انا احكي الان كأني ما حكيتوش تمام لما ايجي احكي اول شي عمستوى morphology عمستوى microscopic pathologist في عنا cytological methods عمستوى cytological methods مقصود في التشخيص عمستوى الخلايا ما بشوف نسيج انا بشوف خلايا تمام عمستوى cytology بس شوف خلايا ما بشوف نسيج زي ايش مثلا في العادة cytological methods مقصود فيها study of cells انا بشوف خلايا ما بشوف نسيج طبعا تعطينا في كتير من أحيان لكن زي ما نشوف كمان شوية طبعا على مستوى النسيج هي أدق وأفضل لكن في كتير من أحيان السيتولوجي ممكن تعطينا نتيجة قبل ما إيش لكن إذا ما أعطتنا نتيجة السيتولوجي بروح ساعة الالهستولوجي لكن ما ممكن أبدأ في السيتولوجي إذا كان الهرول يعني كويس في بعض اللي هذا زي إيش عندنا مثلا السيتولوجي الكومون اللي بنشوفه في العادة في عندنا مثلا الباب سمير أوفيتران سيرفيكس تمام باب سمير اللي هي مسحة عنق الرحم هذه في الغرب جماعة عشان عندهم النتيجة العادات الاجتماعية تبعتهم بكونوا عندهم سيرفيكال كانسر كان عندهم مسبة عالية فبالتالي عملوا سكرينيك تيست بحيث أنك تبدأ تمسك اللي هو اللي جينز هذه قبل ما تبدأ لسه تبين تبقى لسه في البرينيو بلاستيك أو بريكنسرس استيج فإنت لما تمسكها من البداية بتكون إيش حمية حياة المريضة إحنا عندنا بنعمل ولكن بشكل إيش بشكل أقلب كتير الباب سمير مسحة عنق الرحم بتمسح بيجي بالبرش هيك بفرشها صغيرة بتمسح عنق الرحم بتحطها على سلايدا إجزاز تمام وبتصبغها بنشوفها إحنا تحت الميكروسكوب فهذه بنسميها باب سمير باب سمير هي تعتبر سكرينيك تيست فور سيرفيكال كانسر ان سيرفيكال بريكنسرس ليجين تمام هذا واحد اثنين في عندها الفاين الأف أن اي تسمعوها كتير كلمة أف أن اي أف أن اي المقصود فيها فاين نيدل أسبريشن أسبريشن فاين نيدل أسبريشن اللي هو بتجيب الإبرة اللي صغيرة العادية الإبرة العادية للسرنجة تمام نيدل مع سرنجة بتحطها في الأورغن اللي بتاخد منه بيبسي تمام وبتعمل نيكتف بريشن بتطلع معك خلايا في النيدل بعد ذيك بتفردها على سلايد وبتحطها في الكحول وبعد ذيك بتصبغها وبنشوفها تحت الميكروسكوب هذه الفاين نيدل أسبريشن كومن بنستخدمينها أكتر شيء مع الثيرويد يعني الثيرويد غلاند ليجينز في العادة اللي تركت بيبسي ملهاج دور فيها بنعمالها في العادة أفضل بكتير تمام أو مثلا ممكن سيريفري غلاند أي أورغن ممكن نعمله فين نيدل أسبريشن يا جماعة أي أورغن ممكن نعمله فين نيدل أسبريشن والله أعططنا نتيجة أعططنا ما أعططناش بروح لالنكست استيب اللي هي الخزعة اللي هي بتعطي نسيج بنسمية روكت بيبسي هاحكيها كمان شوية اللي بتعطينا إيش بتعطينا نسيج دي بقى عندنا فين نيدل أسبريشن أو الثيرويد أو الثالي فريغلاند أول غلد دلو عبيه في العادة مستخدمه بتعطي نتيجة كويسة في 95% من الحالات بتكون بتكفي فكلمة فاينيدي الاسبريشن او افعانيها تسمعوها كيلة قدام يا جماعة تمام؟ في عنا حاشمة براش سايتوليجي فور برونكالي ميكوزا براش سايتوليجي مقصود بتدخل فرشاية بتكون مخصصة من خلال برونكوسكوب في الجدار تبعه القصوات الهوائية بتعبه تفريده على السلايد وتشوف تحت الميكروسكوب برضو هذا عشان نشوف الفنغس عشان نشوف الخلايا ماليجنط الخلايا البناين نشوف حاجات كتير ممكن من خلالها نسميها براش سايتوليجي براش سايتوليجي في عنا حاجة اسمه برضو سايتوليجي كالميثود فلويد تابينج فور أسايتس أند بلورال افيوجين فلويد تابينج المقصود انك انت بتدخد الابرة وبتسحب فلويد وبتعمله وبتحطه على السلايد وتفرده وتحطه تحت الميكروسكوب تمام؟ فلويد تابينج المقصود فيها ايش؟ بتسحب من اللي هو المية اللي بتتكون في البطن او اللي بتكون في الغشاء البلوري ممكن يكون مية كتيرة هذا ممكن تكون سببها تكون ماليجنط او بناين فاحنا بنسحب الفلويد وبنفحصه تحت الميكروسكوب او ممكن يبعطه لكلين كالكاميستري هذا في شغلكو التاني انتو تمام؟ احنا ما يخصنا احنا سايتوليجيكال بدنا نشوف فيه خلايا ماليجنط او لا فيه خلايا انفلاماتور ايش نوعها؟ لانه بتحدد اذا ترانزو ديت الفلويد اذا اقوزو ديت الفلويد اللي حقناها وين؟ في الانفلاميشن تمام؟ فمن خلال الفلويد تابينج هذا بنعمل ايش؟ بناخد عينة من هذا الفلويد وبنعمله سترفيجيشن بركزن الخلايا وبعد ما يركز الخلايا ايش بصير؟ بنشوفها تحت الميكروسكوب بعد ما يركز الخلايا بنشوفها تحت الميكروسكوب ففلويد تابينج ايش اسمه؟ طيب نورمال باب سمير هادي مثلا ان هاي باب سمير هادي نورمال نورمال سلز هادي سلز حلوين مفيش فيهم اي مشاكل زي هادي السكويمس هادي غلاندولار تمام؟ هادي الخلايا تابعة الباب سمير هادي مثلا خلايا تعتبر في بريكانسيرس ايش خلايا اقلي زي ما احنا شافين شافينك في الفرق؟ في فرق في الخلايا هادي الخلايا تعتبر بريكانسير ديس بلاستيك سيلز ديس بلايز يعني لسه ما صارت كانسر تمام؟ في عنا نيجي الان للخطوة التانية انه في كتير من الاحيان بدزلناش خطوة تانية في عنا الان هنحكي على الهيستولوجيكال ميثودز عنا اللي هو ممكن عنا التيشو بيبسي هل قد احنا خلصنا من السيطولوجي الان بنحكي على الهيستولوجي اللي هي العينات اللي بنشوفها نسيج كامل طبعا هادي بتكون ادق وافضل في كتير من الاحيان بنستخدمها بشكل مباشر لانه بيكون فاين نيدل من هاشرول مثلا لكن في بعض الاحيان الافنيه هي الاساس الثيرويد افنيه في الاساس لكن بنحكي على بريست الان يا جماعة بريست كانسر لا الاساس اللي تركت بيبسي هي الافضل لانه لانه في العادة بتكون اداقب كتير وفي نفس الوقت تاخد قرار يكون قوي جدا انت في الاخر بنكن تعمل مستكتومي بتعمل ستأصل الثدي كله على قرار يكون لا سمح الله في خطأ او اشي فلازم يكون ايش على ايش يكون هذا فعندنا البيبسي في عنا اللي هو الابرة الكبيرة اللي بناخد فيها نسيج بتاخد انت او اذا كانت واضح ممكن تعملها مباشر بتدخل ابرة بتاخد نسيج بتاخد قطع بسيطة جدا عبارة عن كور عبارة عن ايش عن كور زي ما احنا شايفين هنا بتاخد عبارة عن ايش بتاخد كور بتاخد عبارة عن كور ونحطه ايش وبنامع له برسق ونشوفه تحت الميكروسكوب في بعض الاحيان برضو عنا اندوسكوبك بيبسي من خلال المنظار بدخل بالجاستروسكوب بدخل بالجاستروسكوب بطلع شسمه بتاخد منه عينة مثلا من ورم من الالتهاب من اي ايش وبرضو نشوف ممكن بعض الاحيان بعض الاحيان ممكن ما يفيش مجال يدخل النيدل فانت بتدخل وبتاخد وبنسيرجيكال بيبسي وبنسيرجيكال بيبسي هاده ممكن تكون انسيجنال ممكن تكون اكسيجنال حسب الحاجة ممكن ياخد جزء بسيط وممكن يستلصي الورم كله تمام؟ فبالتالي بتعتبر هاده بيبسي في عينة الفروزن سيكشن الفروزن سيكشن هو بنسميها انترا اوبريتيف دياغنوزيس يعني مثلا في بعض الاحيان في بعض السنترز بتستخدم الفروزن سيكشن عشان تحدد مقال الجراحة مثلا لما اجي احكي مثلا اه اه هذا اللي هو في خلال العملية بياخد الدكتور عينة من مكان معين ويبعتينها على المختبر بنعمالها فريزنج على درجة ممكن سريب ثوانية واربعين في جهاز معين بياخدنا سيكشن سريعة خلال ربع ساعة بيقدر نحدد هاده بنان اورماليقناتو على اساسه بيحدد خطة العملية فيما بعد هاده بيسميها فروزن سيكشن طبعا ما بيعطي نفس النتائج نفس الوضوح طبعا العادي لكن على الاقل يعني بيمشينا من ناحية بنان اورماليقناتو على الاقل وفي عنا البرافين سيكشن هو برافين سيكشن العادي اللي هو شغل الروتين العادي اللي هو بالدخل اللي هتخدوه في مادة الهيستولوجي وكيف تشتغلوها وبالتفصيل الممل تبعها ان شاء الله في عنا حاجة اسمه تيومر ماركارز تيومر ماركارز اللي هي دلالات الاورام هذه اللي ممكن تعملها في السيرولوجي استعمالها في السيرولوجي في عنا بعض تيومرز ممكن تفرز انزيمز معينة ممكن تفرز هرمونز معينة انتجينز معينة من خلالها بنقدر نعرف انه في الورام هذا موجود او لا طبعا هذي يعني هذي بتساعدنا ان احنا نعرف حالنا وين رايحين لكن ما بنعتمد عليها الاقي مثلا واحد من الهرمونز تبعت هذا يكون عالي جدا اقول خلال اشخص عليه وقول هذا كانسر لا الكنسر just diagnosis just under biopsy اذا ما في بايبسي كل هذا كلام في الهواء يعتبر لكن وين بتساعدنا يعني ممكن تعمل سكرينيك تيست مثلا والله بدك تشوف نسبة الناس اللي في عندهم كانسر كزا بتعمل سكرينيك تيست وتشوف موجود او لا اذا موجود عالي بتبدأ تعمله وتاخده بايبسي في بعض الاحيان مثلا ممكن انك انت تستخدم يتونه عشان تشوف مثلا ما ايجي يحكي على مريض بروستيت كانسر تمام احنا عارفين ان البي اس اي واحد من الدلات اورام تبعت البروستيت كانسر بيعلى كتير في حالات البروستيت كانسر تمام الان الاصل انت بعد ما تعمله بروستيتكتم الى المريض بتلاقي باي اس اي نزل لزيره اولى واحد الاثنين ماكسيمم تمام الان دك تشوف انت رجع المرض او ما رجعش فبصير انت كل ما يجيك المريض كل ست شهور كل اربعة شهور ثلاث شهور حسب البروستيت المتبع بصير تعمله باي اس اي والله اذا طالما طالما هو واطي معناته انت الامور تمام عند المريض واستجابة تمام مفيش رجع على المرض لكن والله بدى يعلى البي اس اي لا معناته بدى يرجع ياه في نفس المكان اللي كانت في البروستيت او ارجع بميتاستاتك تكون في اوكلت ميتاستاس ما كانت انبينه وبعدك عاصر لها ري اكتيفاشن وبدى تتبين فبالتالي والله انا عملت له ممكن بعض الاحيان برضو بتستيكير تيومرز زي مثلا البيتي اس تي جي او 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 اشياء تانية فانت بعد ما تصاص الورم بتحمل السيلة هذا الهرمون والله اذا كان نازل او في زيرو معناته انت تمام العملية تمام وناجح 100% وبصير تتبعه كمان تمام هذه اللي حكيت عنه قبل شوية انه والله بعد العملية نزل بالمرة بعدك تصير تتبعه انت والله شفته بدى يرجع معناته لا منصر ري لابس معناته ايش بدى يعلى هذا التيومر ماركر معناته لا هذا فيه ري لابس مرة تانية ببنا ندور نشوف وين وحاول نعالجه مرة تانية اجا مريض بعراض مش واضحة يعني يشكله ساسبكتد كانسر بس مش عارفين وين بنعمل تيوم الماركب ذا المشهورات ونشوف مين اعلى واحد فيهم والله تتبع الكولون شكله عالي كتير يبقى بروح نعمال الكولونسكوب هتلاقي ماس في الغالب هتلاقي ماس تاخد هنا بيبسي وتأكد انه كانسر لكن ممكن يكون عالي الاسباب تانية عشان هيك ما بنقدر نعتمد عليه في definitive diagnosis لكن هو بساعدنا في على الأقل نعرفه الراحين تمام؟ نفس الشيء اذا ما حكيت والله انت بعد ما استصلنا بتشوف قديش نسبة هذا الهرمون اذا نزلت معناته انت امورك تمام اذا ما نزلت معناته لا معناته فيه ميتاستاسيز وهو مش مبين ونفتش ونعدل خطة العلاج بعد هيك بعد اموره تمام نبدأ نعمله عشان نعرف رجع المرض او ما رجعش تمام؟ والله رجع المرض بصير ببدأ الهرموني علىه وبتعرف انه رجع المرض في العادة ممكن تكون من مركز هذه تشوفها في السيروم في الدم او في اليورين تمام؟ مايبريزنت النورمال او تيومر تيشو يعني زي ما حكيت ممكن يعلم مثلا بشكل بسيط في حالات البنائن في حالات الانفلاميشن ممكن في العادة لكن الليفل سهول بهمنا لما يكون عالي جدا في الغالب هذا معه تيومر بس بدك تتأكد انه بالبيوبسي مايكونش مثلا فولس بوزيتف عن طريق الاقتبر ممكن تعيده وتزيده وتشوف لكن في الاخر لما تشوفه عالي لا بدك تدد تفكر فيه تيومر موجود بدك تشوفه وينه وتأكد وجوده تمام؟ زي ايش مثلا عندنا تيومر ماركز مثلا في عندنا هرمونز زي مثلا هرمون هرمون بيتا هش سي جي هذا في العادة لكن برضو ممكن يكون في الكوريو كارسينومة كوريو كارسينومة واحد من الامراض اللي بتصيب التستيكولار تيومر ممكن تصيب تمام؟ ممكن تصيب ممكن تصير مع كمان فبالتالي البيتا هش سي جي مهم جدا انه والله اذا لقيته مباشرة بدك تفكر انه يكون مريضة عندها 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 كوريو كارسينومة في عندنا السي اي 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 اللي هو الكارسينو كارسينو امبيريونيك انتيجن هذا مهم جدا برضو اشياء اللي بتنطلب بشكل 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 روتيني في العادة موجود طبعا في الفيتال استيج لكن لما تشوفه في الادلة استيج بنا تلاقي في العادة السي اي 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 ا فترة الأمبريونيك ستيت لكن والله في الأدلت في العادة له ريفل معين ما بزيد عنه ممكن يزيد في بعض الكورونيك هباتك ديزيز خصوصا السيروسيز لكن مع الهباتو سليل الكارسينوما بيكون very high بيكون extremely high فالالفا فيتو بروتين واحد من دلالات الأورام اللي بتساعدنا على الهباتو سليل الكارسينوما يعني في الآخر يجيك مريض مثلا بأعراض معينة تعمل فيتو بروتين يتلاقيه في السماء وتروح تعمل وتلاقيه ماس أو ملتبل ماسز وباشراب تفكر حتى في بعض الأحيان انه ممكن خلص يعتمدوا على هادي هادة مع هادة وجود الماس مع هادة طبعا للأصل يعمل بيبسي الأصل يعمل بيبسي بأكد هباتو سليل الكارسينوما وخلاص بيبدأ العلاج على أساسه بشأن برضو اليوكس هكي تيومر واحد من السكر تيومرز برضو ممكن يعمل الالفا فيتو بروتين يعني لقيت الفا فيتو بروتين عالي وروحت عالي لقيته نورمال وتروح تستس وتشوف وين فيها ولا فيش فيها تمام؟ في عنا زي بروستيت سبيسيفيك أنتجين وهو بي أس إي ومع الهايبر بليزي بتلاقيه عالي شوية مثلا لحد خمسة لحد ستة لكن بروستيت كانسر ممكن يعدل عشرة عشرين ووصل لمية حتى تمام؟ في العادة كل ما زاد كل ما عرفت انه صارت أسوأ تمام؟ لما توصل لمية في الغالب هذا بروستيت مع متاسس لبرة لكن عشرة خمسة عشر لا ممكن يكون بروستيت كانسر متحوصل لسه ما طلعش من البروستيت تمام؟ احنا أهم في ضوح الكانسر يعتبر أهم إشي فيه الارلي دياغنوزز احنا هيك شباب ان شاء الله خلصنا الشابتر النيو بليزيا